ولذلك نقول أنت أيضا أيها الشيعي إذا لا سمح الله أنت أيها الرافضي أو المتشيع إذا وقعت في يد الظالمين ولم يكن هناك من بد وجدتهم يتكالبون عليك لا تتنازل كن ثابتا لا تتراجع قل نعم هذه أقوالي وهذه عقيدتي وافعلوا ما شئتم ما بدى لكم ينقذك الله إن كان هنا إن كان ذلك في مصلحتك وفي مصلحة إخوانك المؤمنين فالله تعالى يخلصك من بين أيديهم دون أن تضطر للتنازل وأن تذل نفسك لا تسقط كما سقط آخرون لا أريد أخواني أن أعيد وأذكر بعض الحوادث التي لعلنا ذكرناها من ذي قبل هناك أناسا مع الأسف يعني مثلا بالكويت هناك أفراد اعتقلوا لأنهم جاءوا بأمر أو ارتكبوا ما هو في نظر أولئك القوم أهونوا بكثير مما ارتكبناه نحن يعني مجرد كلمة عابرة ما أدري كتب لتغريدة بموقع تويتر ما شاكل اعتبروا فيها مساسا بمن يسمونهم الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين لكنهم انهاروا في التحقيقات انهاروا وأقروا بالذنب وأنهم يعني تراجعوا حاولوا أن يعني أذلوا أنفسهم مع الأسف فبماذا حكم عليه قضى بعضهم عشر سنوات مع الأسف يعني سنين طوال في حين أنا محدثكم هذا العبد الضعيف الذي حكمت عليه واعتقلت عليه في الكويت كان أمرا جللا أنا صاحب منهج وصاحب محاضرات وعندي اتحاد الآن كان هيئة آنذاك وكنا نصدر مجلات ومحاضرات أسبوعية وأشرطة كاسيت تنتشر في الكويت وفصل وأبين هو هذا الكلام الذي أقوله لكم ونطبعه أيضا وننشره وعندنا أيضا مكتبة وتسجيلات كتب ومحاضرات وإلى ما هناك يعني شخص لا مو كلمة عابر قالها مو ما أدري تويتر وتغريدة وما شاكل لا يعني شخص يريد أن يبعث هذه الموجة أن تنبعث في الأمة موجة الرفض وفيها التكفير الصريح لأبي بكر وعمر وعثمان والحكم عليهم بالنفاق واطعنوا بعائشة وحفصة ومن شاكل والدنيا انقلبت لو رجعتم أنتم إلى وسائل الإعلام آنذاك التي نشرت تفاصيل أيام الاعتقال والتحقيقات ورافقت ذلك وغطته إعلاميا ذكرت قالت أنه كانوا متعجبين أيضا أنه لم يبدي تراجعا عن أقواله مع أنه في أمن الدولة وأكد على أقواله وأنه هذه عقيدته وهذه رؤيته للتاريخ الإسلامي وأنه يصر على أقواله غاية ما هناك أنه يقول أنا لا لم أكن أرد ليس هدفي ما أنتم تزعمون وهو الزعزعة استقرار البلاد تخنتها كثير يعني وشق الصف وما أدري الفتنة ما هذا هو الهدف الهدف هو هداية النص طرح ما لدي وأنتم قيموا اختاروا كيف كم سنة حكم علي بها مجموع الأحكام تدرون كم أنا كنت مخطئة بصراحة جزاه الله خيرا الأخ المتحدث الرسمي الاتحادي الأخ هشام الأشقر صححها لي ذات مرة كنت عندكم في المسجد إذا تتذكرون كنت أظن بحسب الأحكام التي وصلتني أن مجموعة الأحكام خمسة وثلاثين سنة سجنا طلعت خمسة واربعين سنة ليش ما باركتولي على العشرة الإضافية ضرب الرقم القياسي يعني طلعك حكم آخر ما كنت أدري بي لأن هي أكثر من محكمة وأكثر من قضية ويكبروها كثير يعني جعلوها قضية أمدولة وزعزعت استقرار البلاد وقلب نظام الحكم ووصلوه لي وين فكان الأخ هشام جزاه الله خيرا متتبعا وأخذ هذه الأحكام نسخ منها وأدرجها عندهم سوي تقرير في ذلك في موقع الاتحاد أطلعني عليه خمسة واربعين سنة سجن يعني المفروض أنا بعد خلص لو أنا من ذلك الوقت عندهم ما تعتقلوني نهاية ألفين وثلاثة كان شهر نوفمبر شهر نوفمبر كم سنة قضيت من هذه الخمسة وأربعين أو الخمس وأربعين سنة أقل من ثلاثة أشهر فقط دون أن أذل نفسي دون أن أتراجع بل حتى في السجن شيعنا واحدا بحمد الله تعالى طبعا صارت مشاكل في السجن واستدعوني وكذا وخلوني انفرادي ويعني صارت مشاكل كثيرة ولكن سبحان الله ببركة المولى العباس عليه السلام وكرامته كرامة من عنده لما خاطبته ونذرت أني إذا أخرجت من السجن إن شاء الله تعالى ويعني كنت في مأمن وخرجت من هذه البلاد فإني أذهب إن شاء الله إلى كربلاء المقدسة وأذن في حرم مولانا العباس عليه الصلاة والسلام وبالفعل جرى ذلك بعد هذه الثلاثة أشهر بحمد الله تعالى تيسر لي أن أتشرف بزيارة العتبات المقدسة وأذنت هناك الأذان الرسمي يعني بالمنارة المنائر سمح أولي الأخوة جزاهم الله خير في العتبة العباسية الشريفة وكانت لأول مرة أيضا في التاريخ يذكر في الأذان فيها أو تذكر فيها فاطمة الزهراء عليه السلام لأنه كما تعلموا أن أذاننا نحن نقول فيه أشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء وأبناءهم المعصومين حجج الله والحمد لله أحد الإخوة من أهل بلد بلد سبع الدجيل عليه السلام ذهب هناك بنفس اللحظة وأخذ كاميرا من واحد من هذه المحلات القريبة يعني وسجل هذا الأذان بالصوت وبالصورة وبعد ذلك بث في موقع القطرة من أراد فليراجع أنا فقط أقول من ذلك أنه علينا أحيانا في هذه الاختبارات التي نتعرض لها في هذه المحلات أن لا نتراجع أن لا نذل أنفسنا مو تسوين مثل بعض الأفراد وأنا لا ألومهم أحيانا يكون الإنسان في دهشة في لحظة من الانكسار كذا فمع الأسف قد لا يزن الموازين جيدا لكن أقول بشكل عام كل من كسرت أمامهم أكثر كلما تكالبوا عليك أكثر كن شجاعا أرخص نفسك لله شونه بيسوون يعني إعدام يا با إعدام خلص إعدام مجرد ما يعدموك بنفس اللحظة هذا أنت على حبل المشنقة أعدموك بنفس اللحظة تعانق محمدا صلى الله عليه وآله شو تريد أحسن من هذا؟ شو تريد أحسن من هذا؟ شون يصير يعني؟ الدنيا رخيصة تزول تولي هذه الدنيا المهم ثبات يعني بالله عليكم لو كنا مثلا آنذاك قد تنازلنا مثلا راح جاي علي وكيل النيابة يقول روح اكتب بالجريدة أو صرح الآن أنك يعني تعتذر عن الذي فعلته وأنك توقر الصحابة وتجل أمهات المؤمنين وانطي هذا الكلام وحتى واحد من المحامين كان يقول لي افعل يعني افعل هذا راح تسهل القضية ويطلعوك بسرعة الحمد لله الله ثبتني ما فعلتها لو فعلت كنت أحرقت كل منهجي هذا كل هذا المنهج أصلا ما يصير لي وجه بعد أتكلم وياكم وأخاطبكم يقال لي أنت تدعونا إلى الشجاعة وتدعونا إلى أن لا نستعمل التقية المغلوطة وأنت 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 حينما اعتقلت هكذا بها السهولة فورا راح تصرح تصريح تقول بي أنه أنا معتذر هذا غير صحيح كثيرين مع الأسف الآن في هذه السنوات بعد هذه المسيرة رأي مسيرة ممتدة لعشرين سنة وجزاه الله خيرا من يؤرخها حتى تكون عبرة للآخرين لقد أحيى الرفض من جديد في هذه الأمة بحمد الله تعالى وأحيت هذه القيم من جديد فكثيرين مع الأسف تعرضوا لمثل هذه المحنة أو ما يقرب منها ولكنهم تزلزلوا وذلوا أنفسهم ولذلك مع الأسف خسروا يعني الذي أرادوا أن يخرجوا منه وقعوا فيه أما الذين ثبتهم الله عز وجل وتشجعوا هناك أيضا أكثر من مورد من دون ما نحرجهم نذكر يعني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا ثبتوا في المعتقلات وتشجعوا فأنجاهم الله تعالى وبعضها معتقلات خطيرة جدا يعني مثل إيران مثلا إيران خبعا معتقل والسجن الإيراني ممثل سجن بالكويت مثلا إيران هناك تعذيب مبرح عندهم وسائل يعني وحشية جدا الكويت بالنسبة إليه موين كان عندهم تعذيب بس تعذيب خفيف يعتبر زلاطة يعني بالنسبة إلى ما هو موجود في إيران وفي بلاد أخرى